قبل عدة أيام حظيت بفرصة السفر بالطائرة إلى مدينة غردايد حينما بدأت الطائرة بالإقلاع شعرت بالخوف لكن سرعان ما زال خوفي عند رؤية المناظر الخلابة المتنوعة التي كانت تمر أمام عيني من جبال وسهول خضراء وأنهار كان قائد الطائرة يتحدث معنا بين الحين والآخر من خلال نظام الصوت في الطائرة وكانت المضيفات يهتمن براحتنا وبعد رحلة مليئة بالفرحة والسعادة هبطنا بسلام على مدرج المطار وشكرنا الله على سلامتنا ووصولنا بسلام السفر بالطائرة أمر رائع وأنا أتمنى ركوبها مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر